هذا وعاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المعظم إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعاية هذا اليوم قادما من المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد أن ترأس جلالته وفد مملكة البحرين إلى اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعامل لدول الخليج العربية والقمة الخليجية الصينية هذا وكان جلالته قد غادر العاصمة السعودية الرياض في وقت سابق حيث كان في وداع جلالته بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز سفير وخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين والشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة وعدد من كبار المودعين وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حامد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكرين إلى أخيه خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود حفظه الله ورعاه عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة هذا نصها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا ونحن نغادر أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد انتهاء أعمال الدورة الثالثة والأربعين للمجلس العالى لمجلس التعاون للدول الخليج العربية وقمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية وقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية أن نعرب لكم عن بلغ الشكر وخالص التقدير على ما شهدناه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في بلدكم الشقيق امتدادا لما يجمعنا ويربط بين شعبين الشقيقين من علاقات تاريخية خوية وما تتسم به من عمق تاريخي على كافة الأصعدة والمجالات وإننا إذ نثمن عاليا استضافة المملكة العربية السعودية الشقيقة لعمال هذه القمم الثلاث والتي تعكس حرصكم البهلغ على تعزيز العمل الخليجي المشترك ودعم المسيرة المباركة لمجلس التعاون ودعم منظومة العمل العربي المشترك في كافة الأصعدة والمجالات وتكريس التعاون مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة بما يخدم المصالح القليجية والعربية المشتركة ويحقق الخير والنماء لدولنا وشعوبنا ويحفظ أمن واستقرار وازدهار المنطقة أسأل المولى عز وجل أن يحفظكم وينعم عليكم بمفور الصحة والسعادة ويديم على المملكة العربية السعودية الشقيقة نعمة الأمن والأمان والرخاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين